السلام عليكم عزيزي التلاميذ وياكم 6 آيات معلمة مادة اللغة العربية للصفة الثالثة الابتدائي للمدرسة العراقية الألمانية درسنا اليوم بعنوان الحمامة والنملة هو تقريبا يعني عبارة عن قصة قصيرة بين الحمامة والنملة زين؟ الحمامة والتنم والنملة تعرضوا المشكلة هاي المشكلة حلوها هما يعني بيناتهم بطريقة معينة يعني النملة حلت مشكلة الحمامة والحمامة حلت مشكلة النملة خليني نتعرف على هاي المشكلة وشلون حلوها أسرح أقالكم الدرس الحمامة والنملة عطشت حمامة فأتت غديرة ماء ترتوي منه فرأت نملة قد سقطت في الماء وأشرفت على الهلاك فأشفقت عليها ورمت إليها ورقة شجر يابسة تعلقت بها النملة ونجت من الغرق وفي اليوم الثاني أبصرت النملة صيادا يريد أن يصيد الحمامة فقالت في نفسها هذا الصياد سيقتل الحمامة بالبندقية وهذه الحمامة أنقذتني من الموت فعلي أن أرد جميلها ومعروفها الذي أزدته لي فدنت النملة من الصياد ولسعته في رجله ولما التفتت وضح من الألم سمعت حمامة صياحه فطارت ونجت من الموت الآن أعزائي التلاميذ رح أوضح لكم المعنى العام للموضوع قلنا هو الموضوع عبارة عن قصة هنا الحمامة عطشت حمامة فأتت غدير ماء ترتوي منه شنو يعني؟ يعني هاي الحمامة في اليوم من الأيام عطشت زيان؟ فأجدت إلى غدير ماء يعني شو غدير ماء؟ هذا النهر الصغير نسميه غدير ماء أي ماء جاري نهر صغير نسميه غدير زيان؟ هاي الحمامة اجدت لهذا النهر الصغير حتى ترتوي منه شنو يعني ترتوي منه؟ يعني تشرب منه إلى حد الإشباع إلى حد الارتواء زيان؟ يعني تشباع فأجدت لهذا النهر شنو شافت؟ شافت نملة صغيرة فرأت نملة قد سقطت في الماء شافت هاي النملة شنو وقعت بالماء وأشرفت على الهلاك شنو يعني أشرفت على الهلاك؟ يعني كادت أن تموت يعني راح تموت لأنه راح تغرق بالماء فأشفقت عليها يعني انقهرت عليها ورأت إليها ورقة شجر يابيسة يعني شمرت عليها ورقة شجر من هاي الأشجار اللي يمها شمرت لها ورقة زيان؟ حتى شنو حتى متغرق تعلقت بها النملة ونجت من الغرق النملة صعدت على هاي الورقة شمرتها إلى هاي الحمامة حتى متغرق زيان؟ باليوم الثاني طبعا هي ساعدتها بهاي الحالة باليوم الثاني أبصرت النملة صيادا هاي النملة بيوم من الأيام شافت شنو شافت صياد صياد شي سوي أكيد يصيد الحيوانات حتى يقتلهم زيان؟ أبصرت صيادا يريد أن يصيد الحمامة فقالت في نفسها هذا الصياد سيقتل الحمامة بالبندقية يعني راح يقتل الحمامة بالبندقية والت الحمامة راح تموت وهذه الحمامة أنقذتني من الموت يعني يوم من الأيام قدمت لي معروف وساعدتني فعلي أن أرد جميلها ومعروفها الذي أزدته لي يعني شنو أزدته لي يعني قدمته لي يعني لازم أرجع لها معروفها اللي قدمته إلي ش أسوي؟ ش سوت هاي النملة؟ دلت النملة من الصياد يعني شنو دلت؟ يعني اقتربت من الصياد ولسعته في رجله يعني شنو لسعته؟ يعني قرصته أو عظته بالمتداول يعني لسعته في رجله لما التفت يعني هو من لسعته شنو صاح من الألم؟ لأنه تأذى سمعت الحمامة صياحه فطارت ونجت من الموت يعني الحمامة قدرت لما نسمع صوته أنه طير ومماتت أنقذتها بهذه الحالة هسه شنو نفهم من هاي القصة مالكنا؟ نفهم إنه إحنا لما نساعد الآخرين راح يجي يوم وهذا الشخص اللي يساعدنا يساعدنا وإن كان هذا الشخص مو نفسه فرب العالمين راح يرسللنا شخص معين يساعدنا لأنه جزاء الإحسان هو الإحسان الآن عزائي التلاميذ راح أعرض لكم المهارات اللغوية والكلمات الصعبة الجديدة اللي راح نتعرف عليها بدرسنا لهذا اليوم سيلا نتجي على أول كلمة عدنا كلمة ترتوي منه قلنا شنو يعني ترتوي منه؟ كلمة ترتوي منه يعني تشرب الماء إلى حد الإشباع ترتوي منه واضح؟ زين عدنا أشرفت أشرفت زين هاي التاق ساكنة اللي هي تاق المؤنث أشرفت لأن النملة شنو مؤنث أشرفت على قلنا شنو؟ على حرف جار على الهلاك زين أشفقت عليها أشفقت أيضا هاي التاق شنو؟ تاق المؤنث أشفقت عليها زين زين ناخذ كلمة أخرى عدنا أزدته لي قلنا شنو يعني أزدته لي؟ يعني قدمته لي أزدته أزدته واضحة أزدته لي زين لسعته 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 ها هي تقريبا الكلمات الباقية واضحة عدنا الآن عزائي التلاميذ راح نحل التدريبات الخاصة بالدرس عدنا التدريب الأول اقرأ ثم اكتب في دفترك الأقوال التالية تنطبق على هذه القصة عدنا القول الأول قال تعالى هل جزاءه الإحساني إلا الإحسان أكيد يعني إحنا لما نقدم معروف الشخص معين إحنا ننتظر أنه يرجع لنا نفس هذا المعروف نفس هذا الإحسان زين هيا طبعا نكتبها بالدفتر مالتنا عدنا القول الثاني قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صنائع معروف تقي مصارع السوق يعني الإنسان لما يسوي معروف ويقدم معروف فبالتالي يعني أي سوء راح يصير له يعني ما راح يوقع بالسوق رب العالمين راح يعني يحافظ عليه من أنه يوقع بسوق أو مشكلة زين عدنا ثالث نقطة نحن لا نؤذي الحيوانات أكيد يعني شونا صديقتنا النملة والحمامة نحن ماني إذي أي أكيد والقطة وأي أي حيوان آخر ليصير نأذيه زين هاي كلهم تكتبوهم بالدفتر مالتكم ننتقل الآن إلى التدريب الثاني اقرأ ولاحظ استعمال الباء واللام والكاف ثم أكمل طبعا الباء واللام والكاف هاي كلها حروف نستخدمها بجمل الباء حرف جر كل هذه الحروف كلها نستخدمها نربط بيها كلمات نربط بيها جمل زين السيارة سافرت بالسيارة سافرت بالسيارة طبعا عفوا عدنا مثال قبلها البندقية البندقية أصطاد بالبندقية أصطاد بالبندقية زين يعني أكيد الصياد مال الصياد بيش يصطاد هو الحيوانات يصطاد هبيبا بالبندقية السيارة سافرت بالسيارة حطينا باء زين القمر للقمري نور شنو خلي خلي شنو حرف اللان ضيفنا حرف اللان للقمر صال القمري نور الورد للورد رائحة للورد رائحة زين نجي على الشمس الشمس للشمس ضياء ضفنا لها حرف اللان زين النملة للنملة عيون النملة شبه شحطينا لها تاء ليش ما كتبنا نملة هيتي نملة تاء طويلة لأنه النملة بيها صوت الها نملة زين فضفنا التاء متسعة زين الجمل أنت صبور كالجملي أنت صبور كالجملي النمر شنقول له أنت قوي كالنمري دا أشبه أنه هو قوي بي من أشبه أشبه بالنمر واضح هذا أيضا التدريب نكتبه ونحله بالدفتر معلدنا حسنا ننتقل إلى التدريب الثالث التدريب الثالث هو إملاء منظور يعني هاي الجملة اللي هو منطينا إياها بالكتاب راح نكتبها نصصا بالدفتر معلتنا هو إملاء منطور مزيان شنو هاي الجملة عطيشت حمامة شعندي عندي تنوين ضام عطيشت حمامة فأتت فأتت غدير ماء تنوين كسر غدير ماء ترتوي منه فرأت نملة نملة جابسة قد قد سقطت في الماء قلنا في شنو في حرف جر وأشرفت على الهلاك على حرف جر فأشفقت عليها ورمت إليها ورقة شجر شنو تنوين كسر يابسة واضح زين الآن أحباء التلاميذ واجبنا هو موضوعنا الحمامة والنملة صفحة 13 وصفحة 14 اللي هي التدريبات تنحلها زين وصفحة 15 تكملت التدريبات فقط زاد هاي الكلمات اللي انطيتكم ياه تعيدوها تكرروها أكثر من مرة ثلاث مرات على الأقل حتى تترسخ بأذهانكم شكرا جزيلا